ست سنوات مضت على انطلاق ثورات الربيع العربي مرحلة هامة من تاريخ المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص خاصة عندما هبت رياح هذا الربيع على البحرين في مثل هذا اليوم وحاولت الانتقال أيضا إلى دول أخرى مجاورة فكيف تعاملت دول الخليج مع تلك المرحلة هل خدمت السياسات التي اتبعتها أمنها الداخلي أم أنها أسهمت في تعقيد الأمور بشكل أكبر سؤال عريض سيكون عنوان حلقة هذا الأسبوع من الساعة الخليجية مع ضيوفنا الكرام بداية معنا من الكويت الأستاذ أنور رشيد رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني من المنام ينضم إلينا الأستاذ عبدالله الجناد الكاتب الصحفي البحريني وهنا معنا في الستوديو الأستاذ مونير حامد رئيس تحرير جريدة نبض الوطن أهلا وسهلا بكم جميعا أهلا وسهلا بك سيدتي أهلا بكم نبدأ معك أستاذ عبدالله بما أن اليوم يصادف هو يوم ذكرى اندلاع ثورة البحرين في الرابع عشر من فبراير كما هو معروف برأيك هل استطاعت البحرين حكومة البحرين ودول الخليج بشكل عام التعامل مع هذه الأزمة عندما انطلقت على ما أعتقد أنه التشخيص أو التعريف عندما عرفتها بأزمة وأقرب للواقع والدقة من تعريفها بأي شكل آخر كونها ثورة بالتأكيد أن الإرادة الوطنية البحرينية كانت مقسمة في ظاهرها حول هذه الأزمة والحدث فتعريف الدولي كانت أن ما حدث كان حراق شيعي وليس وطني ونحن حاولنا دائما من خلال الأراءة والمعالجات أن نجتهد في عملية التعريف أن ما هو طائفي دائما يكون وطني وهذا سبب الكثير من الأعلام للبحرين وللمنطقة بالتأكيد أن التعاطي معها في بعض الجوانب كان غير ربما صحيحة واقعي ولكن في مجمل النتائج كان حفاظا على البحرين كوطن للجميع طيب يعني ألم يكن بالأجدى مثلا أو هناك من يرى أنه كان بالأجدى مثلا أن تنحى حكومة البحرين لحل الأزمة كما وصفتها أنت داخل حدود البلاد دون السعي إلى تدخلات خارجية ربما هذا الأمر عقد الأمور بشكل أكبر ما رأيك؟ على العكس تماما على ما أعتقد أنه سموم ولي العهد تقدم بمشروع يتضمن سبع نغاط والكل تحضر تلك المبادرة ولكن للأسف من استحكم واعتقد جازما أن هذه الثورة ستنجح فبالتالي تم رفض تلك المبادرة في احتوائها وطنيا وبعد ذلك ندمت هذه الأطراف على رفض تلك المبادرة نعم أستاذ أنور شيد معنا من الكويت ما رأيك بما قيل قبل قليل؟ هل برأيك أحسن الدول الخليج في التعامل مع رياح الربيع العربي التي هبت على المنطقة؟ بداية سيدتي تحية لك والأستاذ المستمعين والأستاذ الضيوف بالحقيقة يعني ما تفضل فيه الأخ من البحرين هي وجهة نظر متداولة ودائما نسمعها يعني من قلال الإعلام الرسمي وهي معروفة ولكن في الحقيقة هو أن الواقع يفرض نفسه ولا زالت أزمة البحرين مستمرة ولن تنتهي حقيقة إلا بمحاولة تبريد الساحة والرضوخ إلى الواقع وإلى المتغيرات المطلوبة وبالتالي من المستحيل أن يتم معالجة أزمة سياسية بأدوات أمنية أما بالنسبة إلى محاولة طعففتها وأعطاها الصبقة المذهبية فهذه نقمة سمعناها من كل الأنظمة العربية التي مر عليها الربيع العرب وبالعكس كان الإعلام الرسمي مع الأسف شديد هو الأداة التي يتم استخدام فيها النفس الطائفي من خلال البرامج التي كانت تبث من القناة الرسمية وكنا نتابعها والعالم كله كان يتابع سعيد الحمد واللي كانت وزيرة إعلام سميرة رجب وسوسن الشاعر وقيرها يعني حقيقة من الإعلام الرسمي الذي كان يدفع بالنفس الطائفي ناهيك عن السياسات الطائفية التي استخدمها النظام اتجاه المعارضين نعم ولكن أيضا يقال بأن المعارضين رفعوا الشعارات الطائفية نعم نعم صحيح هناك من رفع الشعارات الطائفية وهذا مرفوض ومدان وكانوا أداة لأجهزة مخابرات وآت محلية أو خليجية أو إيرانية نحن نعترف أنا شخصيا نعترف بذلك هناك من رفع هذه الشعارات وهذه كان القصد منها محاولة إجهاز المطالب الشرعية والحقيقية للشعب الذي كان يطالب بانتخابات برلمانية وبالطالب هو هذه النقاط الستة التي وردت في وثيقة المنامة وهي إلى آخره إن كان هناك من لا يريد تطبيق هذه المطالب المشروعة والمستحقة والتي من حق أي شعب مش بس الشعب البحريني كل الشعوب العربية التي مرت على بر عليها الربيع العربي كانت تطالب بالكرامة والعدالة والمساواة والحرية وانتخابات برلمانية حرة نزيها وكثرية برلمانية تشكل الحكومات هذه المطالب الشرعية التي لا يتمتع بها أي مواطن عربي نحيك عن البحريني نحيك عن الكويتي نحيك عن المغربي نحيك عن التوريسي كلنا حقيقة دولنا العربية تعاني من أزمات متتالية نتيجة للأنظمة العربية التي هي بذاتها أنظمة مستبدة لا تريد أن تتطور مع الواقع ولا تريد أن تتطور مع حقوق المشروع للمواطنين نعم أستاذ العزيز سنتطرق أكثر لهذا الموضوع بعد قليل ولكن معنا في الاستوديو أيضا الأستاذ مونير حامد رئيس تحيي جريدة نبض الوطن أستاذ مونير يعني سؤالي لك باختصار يقال بأن دول الخليج بشكل عام لم تستنفر أو لم تشعر بالخطر تجاه الربيع العربي رياح الربيع العربي إلا عندما هبت هذه الرياح على مصر في 25 يناير ما رأيك بهذا الكلام؟ الحقيقة دور مصر كدولة كبيرة جدا في المنطقة العربية وكان يعتمد عليها الخليج العربي في بعض الأمور في حرب الخليج الأولى وبعض الأمور حتى الآن في حرب اليمن فكان دائما الخليج يلعب للجيش المصري على أنه يعني مجموعة من المرتزقة هؤلاء يدفعون لهم الأموال لكي يدافعون عن الخليج دور الخليج في وقت الثورات العربية كان الحقيقة دور سيء جدا يعني أنا أنظر إلى مصر الآن وكيف وصل بها الحال إلى دولة عندها مقدرات دولة عظيمة جدا ولكن يعني دائما دول الخليج تنظر إلى العسكري الذي يحكم وليس المدني الذي يحكم الصورة قامت لتغيير النظام العسكري والإتيان برئيس مدني منتخ يعني دعك من الرئيس الإخواني وكذا وعليه علامات ونعلم ذلك ولكن الآن كمصر بمكانتها بثروتها الطبيعية بكل ما فيها حباه الله بكل ما تملك أكبر دول في العالم وحتى الآن المصر يعني رئيس الدولة يعني لقاء قريب جدا يتكلم عن نحن دولة فقيرة والحقيقة أنا باستغرب هو الذي أفقر مصر الشيء الثاني تدخل الخليج في الثورة السورية الثورة الليبية كان كارسي أيضا لم يعني بعض الدول تدخلت ووقفت مع الشعب والجزء الآخر توقفة أو واقفة مع النظام والوضع كما ترون النظام حول الثورة من سلمية إلى عسكرية والتنظرون إلى سوريا بعدما تحولت إلى عسكرية ماذا لا يوجد سوريا أصلا ولا يوجد حتى نفسه بشار الأسد لا يوجد هو في دولة تحكم وبشار أحد عساكر هذه الدولة لكن أنت تتحدث وكأن دول خليج قادرة على إسقاط نظام وتعيين نظام يعني لو كانت قادرة على حفاظ على مبارك يعني بقي مبارك حتى الآن ربما هي ليست بهذه الصورة التي تصورها هو تدخلها في دعم النظام العسكري في المجلس العسكري الذي كان يقود مصر في خلال فترة انتقالية ما قبل الانتخابات ما قبل انتخاب محمد المرسي هذا التدخل لوحده كان يكفي إلى ينقلب المجلس العسكري لأنهم دعموا المجلس العسكري الحقيقة دول الخليج وليس دعموا الشعب الحقيقة هم نظروا إلى الشعب يعني ما حدش في دول الخليج أبدا تكلم عن الشعب أو تفوه على إن الشعب ده لي لازمة بالنسبة لدول الخليج الحقيقة ولكن نظروا إلى المجلس العسكري هو الذي يحكم هو الذي يسيطر فعشان كده دعموا دول الخليج يعني 54 مليار دولار دعموا المجلس العسكري المجلس العسكري الحاكم في مصر حتى الآن حتى الآن جاءت رئاسة مدنية كما نقول له أربع سنوات كان المفروض أنه يخوض الأربع سنوات ثم ينتهي العهد به تقوم انتخابات أخرى ولكن يعني الموضوع انقلب يعني الضوء الأخضر من الخليج أو الخليج هي التي دعمت بأنه انقلب ونحن معه وفعلا ده اللي حصل من عبد الفتاح السيسي في 2013 والآن هو يحكم يعني الحقيقة أنا بستغرب الراجل بقى له سنتين والدولة بتموت بترجع لورا ما عرفش عمرها ما وصلت إلى هذا الحد يعني في عصر مبارك نفسه اللي كنا بنقول سلطوي وكان فاسد وكان نظام يعني مش عارف الواحد يقول عليه أكتر من أنه يعني فاسد وصل الحد إلى أن الدولار مثلا كان ستة جنيه ونص الآن الدولار بعشرين جنيه نعم لحظات فقط لحظات فقط ونعود إليكم نعود إليكم ونعود إليك استاذ عبدالله ما رأيك بما قيل فيما يتعلق بدور دول الخليج في إجهاض ما باته يعرف بثورات الربيع العربي هل تتفق مع هذا الكلام؟ والأسف الخليج العربي دائما هو الملام والمذنوب مهما بدل من جهد في الوقوف مع استقرار الدول وأنا يعني يؤسني فيما قال الأستاذ مونير حامل أنه مواصف الجيش المصري بمؤسسة محتزقة وهذا يعني معين في حق لا 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 سيد أنا لم أتكلم معلش سوف يكمل نعم تفضل أنا كل اللي أقول أنا أتمنى لو يتفضل الأستاذ مونير في إصدار بحث موثق مؤكد لي وجود قوات مصرية في البحرين أو أي دولة من دول الخليج هذه جانب وما مش حاوز أرجع له إنما بالنسبة لأستاذ أنواب ماشيد أنا بس وأنت مدافع عن مبادئ المدنية أنا أسألك وبكل شفافية أنا بالنسبة لي ملتزم بحق بنتي مثل أولادي مثل كل أولاد البحرين ولم أنظر ولا أسمح لنفسي يعني بالخروج عن التجهرد والموضوعية في رؤية إنسان كونه سنية وشيعي فأنا بالنسبة لي أنا دافع عن حق بنتي فأنا أسألك هل تقبل أن تعيش بنتك في إيران تحت ذلك النظام نعم هل هذا سواء نعم 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 لأنه كان المشروع هو تحويل وإذا أراد إثباتات أتمنى أن يرجع إلى كل مواقف الجمعية الأوطاع وموقفها من قانون الأسرة وهو قانون في حدودها الضيقة كان يدافع عن حقوق المرأة المدنية وكنا نتمنى ولازم نتمنى إلى اليوم أن يكون هذا القانون متجاوزا لكل الطوائف وأن يشرع في قانون متجاوزا حتى البرلمان ومجلس الشورى وأن يكون قانون واحد لأسرة بحرينية واحد فهل يتكرم بالإجابة؟ نعم تفضل أستاذ أنور الكرة في ملعبك شكرا سيدتي وشكرا للأخ من البحرين عبدالله قبل إجابة على الأخ عبدالله أهل وسهلا أخي عبدالله قبل الإجابة على السؤال كويد أنبسوا عقب على كريم المصر لا أنا أتمنى أتمنى تجيبني أستاذ أنور نعم أتمنى تجيبني رح أجيبك أنا رح أجيبك أستاذ عبدالله أستاذ عبدالله نتركوا فرصة ليتحدث وسيجيب أتمنى فرصة خلينا أجيبك يعني لا تضيع وقت البرنامج تفضل أستاذ أنور أريد أن أعلق بس على ما تفضل به الأخ من مصر ما قاله الأخ من مصر هذه حقيقة نكرانها لا يعني عدم وجودها وأنا أتكلم للتاريخ وأقول بأن أنا كنت رئيس المجموعة العربية لمراقبة الانتخابات في الانتخابات الرئاسية ما بين مرسي وشفيق بالانتخابات الإعادة وراقبت الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأولى والرئاسية الإعادة واتفقنا أخيرا مع مؤسسة كارتا كانت موجودة أيضا مراقبة الانتخابات برئاسة كانت في وقتها في رئاسة عبد الكريم المرحوم دكتور عبد الكريم الأرياني رئيس وزراء اليمن السابق ودكتور مروان المحشر وزير خارجية وهو حي يرزق وجامعة الدول العربية مندوبة عن جامعة الدول العربية ورئيس وزراء موريشوس السابق كان وقتها رئيس المعهد الأفريقي للدمغراطية اجتمعنا في أحد الفنادق واتفقنا على أن الانتخابات سليمة لا ينقصها أي شيء وأصدرنا بيانات بذلك ما حصل بعد ذلك نتيجة لرهبة الخليج من هذه الديمغراطية التي وصلت إلى مصر لم تتحمل دول خليج الاستمرار بذلك وأنا أتهم أيضا بهذا المقام أتهم الأخوان المسلمين بقيادة برسي بأنهم هم من ساعدوا على أجهاض الربيع العربي بسياساتهم المتخلفة التي أتاحت الجميع بأن يجهضوا الثورة أو الدمغراطية في المنطقة العربية هذا بالنسبة للأخ من مصر أما سيدي عبد الله بالنسبة للعيش في إيران طبعا لا أحد يحفظ أن يعيش تحت نظام مثل هذا النظام الدكتاتوري الثيروغراطي المتخلف يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم مغارنة السيء بالأسوأ يا سيدي قل لا أتمنى أن تعيش أبناء في السويد وفي الجن نرويج أما تطالبني بأن أجيبك على سؤال هذا أتمنى بأن بنتي أو أنا أعيش تحت نظام ثيروغراطي متخلف استبدادي بالتأكيد لا رح أقول لك يعني أما ما تفضلت أيضا عن طريق مواقف الوفاق وعلى أيضا بالنسبة لأن الوفاق بالنهاية نظام ذات مرجعية دينية يعني لن تؤدي إلا المزيد من الأزمات للبحرين يعني وليس أنا سعيد بذلك حقيقة يعني أنا أتكلم لا أتكلم على صنف واحد من أطياف الشعب البحريني أنا أتكلم على الشعب البحريني كله بشكل مجمل حقيقة أنا أتكلم من ناحية السياسية وليس من ناحية العاطفية الدينية التي أختلف معها جملة وتفصيلا ولا أعبدها أن تكون أو تعبر عن حالة من حالات الشعب البحريني من يقول أنا راضي عن ما يحصل في البحرين من توجه طائفي سواء من أفراد أو من النظام كل هذا قاعد يأثر علينا ويأثر على المنطقة ويزيد المنطقة تأزيما ويزيد المنطقة احتقانا وهذا لا يسعد أي حد حقيقة يعني يجب علينا أن نحاول نبرد هذه الساحة نحاول أن نعطي بعد سياسي على الأزمة السياسية التي تمر فيها البحرين وليس بعد طائفي أنا أختلف مختلاف كل عندي بهذا الاتجاب طيب وأتمنى أن يكون هناك من حال سياسي لهذه الأزمة أستاذ عبد الله تعليق بسيط قبل أن تقل الضيف في الستوديو من حقك أنا كل اللي أقول أستاذ أنور نحن للأسف يجب أن نفهم تماما وأنا لن أمدح في مواقفي وأترك لأستاذ إيمان لأنها مطلعة ربما أكثر على كل مواقفي من كل ما جرى في البحرين ويجري سوى على الساحة القليجية أو غير ذلك ولكن كل ما أتمنى أن يدرك الجميع أن المسؤولية الموقف المدني تحكم علينا التجرد والموضوعية في تناول الشأن الوطني اليوم اليوم نحن لا نطمح أن تكون البحرين أو الكويت أو السعودية أو سوريا إلى مواصلة عليك كل ما نتمنى أن يكون الرأي المدني عندما يتناول الشأن يجب أن يقدم الاستغرار دون الدعم بنرجسية في تعافي مع الأمور وكأن الاستغرار لا يعنينا نعم أستاذ مونير حامد هناك نقطة مهمة ذكرها الأستاذ أنور تتعلق بالأخوان المسلمين وتحديدا الأخوان المسلمين في مصر وأن حالة لا أقول الرعب ولكن هناك حالة في الخليج تولدت بعد أن أقبض أو قبض الأخوان المسلمون على سدة الحكم في مصر هناك من يتحدث عن أنهم كانوا يخططون أيضا لقلب أنظمة الحكم في دول الخليج لا أدري إلى أي مدى هذه النظرية كانت هذه المخاوف كانت مبررة برأيك أنا بس أرد يعني أنا عن نفسي بهذا تفضل جواب الأخ من البحرين الحقيقة أنا لم أتفوه بأن الجيش المصري مرتزقة أنا تكلمت على أن الخليج ينظر إلى الجيش المصري على أنه مرتزقة أنا مش الجيش المصري الجيش المصري جيش وطني أنا كان عندي جيش التزامي لي أنا شخصيا أنا أعتزب جيشي ولكن أتمنى أن يكون جيشي هو جيش ليس ولماذا حكمت على دول الخليج بأنها تنظر إلى الجيش المصري هذه الضريج يعني كان فيه تجربة في حرب الخليج الأولى والحقيقة أنا يعني ما شهدته في هذه الفترة كان على أنه تدخل السافر معلشي من حكومة الخليج في هذه الفترة في أنه يعني يحاول بقدر المصر أن يدخل مصر فيه ضرب دولة عربية كبرى الخليج نفسه يعاني الآن بعد خروج النظام صدام حسين عن الخدمة الحقيقة الحاجة التانية بالنسبة للإخوان الإخوان أنا أعلم جيدا أن الإخوان المسلمين كانوا سيئين بكل يعني بكل أنظمتهم هم كانوا حتى بيسيطروا على مصر جايبينها من تحت من البلديات على أساس أنهم يوصلوا يعني سيطرة سيطرة كم ولكن إذا كان فيه دموقراطية في دول فيها لبي يمين متطرف بيحكم الدول حتى يخرج بالأربع سنوات أو الخمس سنوات أو حسب الدستور في كل دولة كان المفروض أن الإخوان يخضوا الأربع سنوات بتحهم وينتخب وليس انقلاب لي في فترة الانتقالية كان المجلس العسكري الذي كان يقود الدولة كان يجهز نفسه ولكن لم يقنع الشعب بأن يرجع مثلا هم دخلوا شفيق على أنه ينافس مرسي وكان الحقيقة كانوا بيرهنوا على أن شفيق هو الذي سيفوز والحقيقة أنه فاز مرسي لو بواحد فقط المهم فاز بخمسين ونص كما يقول ولكن الرهان طلع خسران وأنهم جابوا واحد مدني حتى لو بخلفية دينية خلفية إخوانية ده من الموضوع ما يهمش المهم أنه وصل مرسي إلى الحكم طيب كان المفروض أنه ننتظر أربع سنوات على مرسي ولابد أنه نحن نقدر نعمل خلف مرسي والحقيقة جئنا بكارثة يعني السيسي كارثة طيب هذا فيما يتعلق لم تجبني على سؤالي فيما يتعلق بالإخوان المسلمين هل كانوا حقا يخططون أو يعني يضعون في أهدافهم ربما استراتيجية بعيدة المدى تغيير الإخوان تنظيم دولي ده حقيقة الإخوان ممكن يكون أنا يعني الحقيقة مش عارف ما يفكروا فيه ولكن أنا عرف أنهم دائما يبحثون ويحاولون بقدر مستقع أن يخرجوا أو يطلعوا إلى السلطة إلى عال المراتب الإخوان أخطأوا خطأ جسيم وده حقيقة يعني مش أنهم يمسكوا سلطات الإخوان كان شكلهم حلو سنة 2005 أيام ما كانوا في مجلس الشعب كانوا ممكن يطلعوا بشكل محترم أو يطلعوا على أنهم معرضة فقط نعم مش يطلعوا رؤساء دول هيدربوا معلش يعني أنا شايف أن إخوان إخوان تونس كانوا أذكى كثيرا جدا من إخوان مصر هذا ما يره نسبة كبيرة شريحة كبيرة إذن نعود إليكم بعد لحظات نعود إليكم نعود إليك أستاذ عبدالله الجنيد يعني تحدثنا كثيرا حول هذا الموضوع ولكن أريد أن أسمع تعليقك أيضا فيما يتعلق بالمخاوف التي ارتابت دول الخليج في فترة امساك الأخوان المسلمين للحكم في مصر يعني هل كانت هذه المخاوف مبررة خاصة في دول مثل الإمارات وكيفية تعاملها مع الأخوان المسلمين أنا قبل الإجابة على هذا السؤال أتمنى أن نتناول عملية التحولات الثورات لم تنتج نظاما يحمي أو يمثل المواطنة منذ يعني 1919 ما أنتدته هذه السورات للأسف كلها كانت تعدي على أول مبادئها وهو صناعة العدالة الاجتماعية أو التنمية إنما فيما يخص يعني أنا أتمنى أن أرجع إلى مصر ولو جزيا نحن نتحدث عن تباين أو تفاوت في مستوى الوعي الوعي الاجتماعي التعليم فنجد المقارنة بين تونس ومصر في عملية استحكام عندما يقيب الوعي والتنمية الاجتماعية يكون من السهل تماما أن تستحكم في مقدرات وغرارات هذه الشعوب المؤسسات الدينية سواء كانت كياسية أو غير ذلك يعني تتبع لسلطة الحكم أو سلطة الأحدى أما فيما يخص خوفنا أو تخوفنا في الخليج من التنظيم لخوة المسلمين نعم يحق لنا أن نتخوف لأسباب كثيرة أولا جرى من خلال هذه المؤسسة بعمقها التعليمي في صناعة التعليم في المنطقة ككل تشويه مبادئ الانتماء الوطني أو الهوية الوطنية أنا عندما يأتيني شخص ينتقى لهذا الحزب وهو لا يقر بسيادة وطنة على أرض متخليا عن ذلك لمصلحة مشروع الأمة فهذا مخيف أنا لا يمكن أن أتفق من خلال مشروع الأمة وأضحي بحدولي وتاريخي وهويتي فقط لإكرام صاحبة المشروع الإمارات أولى فتية ولديها مشروع متميز وما حققته الإمارات منذ نشأتها إلى اليوم في كثير من البرامج هو نوعي على ما أعتقد الاقتصاد التنمية الاجتماعية الإمارات واقعية جدا وكان من حقها أن تتخذ كل ما اتخذت في حقال المؤسسة التي كانت تخطط لتمييع ما عملت الإمارات لأجل من خلال ذلك المشروع نعم أستاذ أنور ما رأيك بهذا الكلام لديك عموما وجهة نظر تتحدث عن صحيح بأن هناك خطر يمثله الأخوان المسلمون ولكن بالنسبة لك تعتبر أن هذا الخطر كان التعامل معه بشكل حساس جدا يعني بشكل مبالغ في بعض دول الخليج نعم يا سيدتي وأنا بحكم لبراليتي وأنا أدعو يعني من شأنة الحركة اللبرالية الكويتية وأنا لبرالي بقناعاتي وقيمي يعني لا أتفق حقيقة يعني التعامل مع الإخوان المسلمين بهذه الطريقة لا لا يبشر بخير حقيقة وأنا على قناعة تامة بأن التعامل الأمني مع قضايا سياسية لن يؤدي إلى نتيجة بأي حال من الأحوال رغم أني ليس من الأخوان وأعارض الأخوان وأعارض كل السيارات السياسية الدينية سوى أخوان سوى سلف أو سوى حتى الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني كل الفكرة الدينية أنا أتعارض معه يجب أن يكون في المسجد ولا يجب أن يخرج إلى الساعة السياسية ولكن التعامل مع الأخوان المسلمين بهذه الطريقة الذين كانوا هم حلفاء الأنظمة المستبدة بالمنطقة كلها وكلنا نذكر ونعرف وغرأنا التاريخ عندما حاولوا ضرب مصر في الخمسينات وضربهم جمال عبد الناصر من احتضانهم لنكون واقعيين ومن استقبلهم في دولنا الخليجية ومن فتح لهم وزارات التربية والأوطاف والمناهج التعليمية التي تكلم عنها الأستاذ عبدالجنيد من سمح لهم بذلك ومن سمح لهم بأن ومن أعطاهم هذه الأموال طائلة التي الآن لديهم وزير مالية يدير امبراطوريتهم المالية في روما لقنا ندى وبالتالي يعني على ماذا نتكلم اليوم الأخوان المسلمين في البحرين هم حلفاء النظام أليس كذلك ألم تنشئ الجمعية الإصلاح المعتقدين الآن في الإمارات الدكتور الركن وغيرا من الأخوان في هذا ألم تنشئ جمعية الإصلاح بمطلع السبعينات من القرن الماضي وعطاهم الدور كامل وعندما ارتفع صوتهم مع الربيع العربي تم ضربهم ضربة قاسمة ألم يكن الأخوان المسلمين في الكويت خلفاء النظام أيضا ألم يكن بالسعودية أيضا إلا أن لما بدأ الربيع العربي ورأوا بأن هناك فرصة ليصلوا إلى السلطة استنفرت المنطقة العربية والتخليجية تحديدا يعني وتم ضربهم يعني ضربة قاضية وتم اعتبارهم منظمات إرهابية أليس كذلك أما بالنسبة للبرغماتية التي يتمتع لها الأخوان الرسمين في تونس عندما يعني اكتشفوا أو رأوا بأن لا يمكن بأي حال من الحوال تحقيق ذلك الحلم من الامبراطوري أو عودة الخلافة عندما وصلوا إلى السلطة وعندما شعروا بأن ما حصل في مصر قد يحصل لهم ويكون كارثي بالنسبة لهم لذلك تنازلوا عن السلطة وبدأوا يدخلوا مع الآخرين باللعبة السياسية هذا ما نريده لا يجب أن نقصي أحد أنا ضد اقصاء الإخوان المسلمين رغم لبراليتي وضد اقصائي هذا لكن بنفس الوقت يجب على الإخوان المسلمين أن يقتنعوا ويعملوا سياسيا وليس دينيا ويبعدوا عن إدخال الدين بالسياسة استخدام الدين بالسياسة أدى إلى كوارث المنطقة العربية اليوم تتمزق طائفيا نتيجة للفكر الديني الذي مزقها ومزق مجتمعاتنا شنة وشيعة أقباطا ومسلمين هذه هي نتيجة للفكر الديني لذلك الدعوة إلى أن تكون مجتمعاتنا لبرالية علمانية تحكم وفق الأصول المدنية هو المنقذ هو الذي يمكن أن يرقي مجتمعاتنا نحن مارسنا إدارة المجتمعات بس بهذه النقطة تفضل نحن مارسنا إدارة مجتمعاتنا العربية على مدى 1400 سنة الماضية فماذا أدت إلى قير النتائج الكارثية التي نراها اليوم على واقع مجتمعاتنا تمزقنا يعني دينيا وطعفيا ومذهبيا فماذا كانت النتيجة لذلك لا بد من الانتقال إلى مرحلة تاريخية أن نتقل بمجتمعاتنا بأن يكون هناك مجتمعات متسامحة يكون هناك مجتمعات قابلة أن تتطور دموغراطيا هناك من يقول مجتمعاتنا ليست مستعدة للديموغراطية أقول نعم ليست مستعدة بل تتفضل الأنظمة الحاكمة الآن كلها من المنامة حتى نواكشوت ومن عين العرب كوباني حتى عدن التي تتفضل الأنظمة الحاكمة بأن تهيئ الشعوب ونحن أراضي تكون بعد عشر بعد عشرين بعد جيل بعد جيلين أن تكون هناك مجتمعين أو قادرين على إدارة نفسهم ديموغراطيين لكن المسألة الرئيسية والحقيقية أن مجتمعاتنا تديرها أنظمة استبدادية لا تريد أن تتطور ولا تريد أن تطور مجتمعاتها ولا تريد أن تشارك استعمال بالقرار نعم أنت تصف كل الأنظمة تعمم عليها صفة الاستبدادية وتطالب بتغييرها في حين أنه بالإمكان أن يكون هناك نوع من الاحتواء أن يكون هناك نوع من المشاركة السياسية سأعود ليتفضل ليتفضل أتمنى ذلك حقيقة أنا من الذين يطالبون سأعود السلمي إلى مراحل متقدمة والتي تفضل الأنظمة العربية كلها بأن تنقل شعوبها من مرحلة وانا ما عندي المشكلة أستاذ العزيز سنعود إليك بعد قليل ولكن معنا الأستاذ منير حامد أيضا نريد أن نطرح عليه سؤالا فيما يتعلق بتدخلات دول الخليج كما وصفتها في إجهار ثورات الربيع العربي يعني نجد هناك حالة أخرى مثلا الحالة اليمنية دول الخليج ساهمت في إنجاح الثورة في اليمن ودعمت الشارع اليمني وأوصلت يعني الرئاسة الرئاسة المؤقتة اللي هي رئاسة عبدالربو منصور هادي إلى سجدة الحكم صحيح وانقلبت الأمور رأسا على عقب في اليمن الخليج فيه عنده مشكلة طبعا إيران تدخلاته يعني تقريبا عمل هلال حول الخليج كاملا دي ما فيه لبنان سوريا اليمن في حتى في البحرين التدخلات اللي في البحرين كان لابد أن الخليج يحمي نفسه الحقيقة وفي ظل أن الخليج بيحاول بقدر مستطاع أن يستعيد اليمن من أيدي الحوتيين والمشاكل الكبيرة جدا التي يمر بها اليمن حاليا من اقتصاد وأن مثلا أحد هناك من يرى أن دول خليج دعمت الشارع اليمني ولكن النتائج كانت عكسية لماذا؟ أنا لسه أتكلم على أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح مثلا كان مثلا حليف الخليج وانقلب على الخليج وانقلب على الشارع نفسه علي عبدالله صالح الآن تحلف مع عداء الأمث والآن أصبح أصبح الاثنين طبعا جهة واحدة أو وجهة واحدة ضد الخليج وضد الشعب اليمني أنا مع الخليج في أنه يشوف الخطر الحقيقي الداخل إلى منطقة الخليج إيران تلعب بقوة داخل منطقة الخليج تلعب في السعودية تلعب في تلعب في كل مكان في الكويت تلعب في البحرين يعني لسه كنا نتكلم عن البحرين صورة البحرين ده من صورة على الشيء اسمحيلي هذه من صورة أنا كالنفسي لو طلع لو قلت كصورة البحرين كما يقولون أن خمسين في المئة لو طلع سنة وشيعة يعني معلش نرجع لموضوع الطائفي لأنه هم يعني وصلوا المرحلة لابد منها يعني النهاردة لو في طلع سنة حتى اثنين خمسة عشر عشرين ألف واحد مع الوثاق الخليجي البحرينية أنا كن ممكن أقول صورة هناك معارضة بحرينية سنية ولكن لم تخرج مع الوفاق ومع مع الضمار اللي حصل بالفعل في داخل اليمن سميرة وزيرة الإعلام البحرينية هي شيعية أصلا وتصدت لكل هذا الوفاق وتكلمت عنه في التلفزيون مليون مرة على أنه يعني أنهم مجموعة من الهماقية الحقيقة رئيس مجلس حق الإنسان في البحرين هو طبيعي أفلا تتهمهم بهذا الاتهام يعني يا سيدي نعم طبيعي تتهمهم بهذا الاتهام يعني هذا الاتهام الرسمي للمعارضة كلها بأنها معارضة طائفية شيعية إلى آخره يعني سمعنا هذه النغمة وهذه النغمة ليست بجديدة حقيقة على كل الأنظمة العربية هذا هو التارجت الذي يهاولون الأنظمة العربية أن ترهب الشعوب بها أما نحن أو أنه سوف ندمر عليكم المنطقة طائفيا هذا ليس بجديد يعني هذا ما قام به من نظام بشار وما قام به النظام الإيراني من تدخلاته ليس شوف اسمعني يا سيدتي دعنا نتفق على حقيقة تاريخية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستمر الأنظمة الاستبدادية في مناصبها دون أن تخلق أزمات دون أن تصدر أزمات دون أن تصدر أزمات لا سيدي تدخل تدخل إيران تدخل إيران في البحرين تدخل إيران في البحرين واعتبرها المحافظة التاسع عشر لإيران ده شيء مش تدخل نعم هذا ليس تدخل لا أتفق معك يا سيدي تدخل علينا جيل رجاني رئيس المجلس المواب الإيراني عندما يتكلم عن الكويت على إنها أحدى المحافظات الإيرانية هذا ليس تدخل حتى يستمع نعم خلينا 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 أوضح لك نقطة التدخل الإيراني ليس بصالح البحرين هم تدخلوا لكن الإيرانيين بطبيعتهم يخشون أيضا من أن يكون هناك حولهم أنظمة ديمقراطية ومجتمعات ديمقراطية هم متفقين مع الأنظمة الاستبدادية العربية بأن لا يكون هناك في أي خرية للشعوب الإيرانيين الأزمات هم يليس يخلقونها من التسعة وسبعين وهم بأزمات متتالية مع العالم الأنظمة التغرغراطية عدينية لا يمكن أن تعيش وتستمرقونها حتى إيران تتهم دول الخليج بأنها تخاف من أن يكون نعم بأن يكون إلى جانبها أي تجربة ديمقراطية ناجحة كالعراق نعم صحيح 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 بمليون في المية لا يمكن هذه أنظمة مستبدة لا يمكن أن تعيش وتستمر دون أن تكون تعيش بأزمات خلينا نتفق وننطلق من هذه القاعدة لذلك تجد اليوم في مصر أزمة دواء تجد أزمة اسكان في السعودية تجد أزمة اسكان في الكويت كلنا نعيش بأزمات متتالية يخلقون لنا الأزمات طائفية ومذهبية واقتصادية وسياسية نحن منذ وعينا من نعومة أضاق نحن أضاق سأعود إليك أستاذ عبدالله ولكن فليكمل أستاذ أنور باختصار لو سمحت قبل الفاصل إلى متى تستقر أو نستقر كمجتمعات نحن منذ خلقنا ونسمع أن لا صوت يعلو على صوت المعركة انتهينا من لا صوت يعلو على صوت المعركة وصلنا إلى دخلنا إلى لا صوت يعلو على صوت الجهاد بأفقان الزهن والآن لما انقلبت الآية وأصبح هؤلاء إرهابيين بعدما كانوا مدعومين من الأنظمة العربية كلها نعم وبالتالي يجب علينا أن نفسر هذا الواقع اليوم ليس كما هو حاصل الآن وإنما كما هو تم إنشاء وتم تزين وتم الدفع به لنصل إلى هذه المرحلة اليوم لا يوجد نظام حقيقة في المنطقة هو بريء من ما حصل اليوم نعيش بنتيجة سياتات الأنظمة الحاكمة في المنطقة كلها بما فيها إيران اليوم شعوبنا لم تتدخل بالسياسات ولا يسبع لها بالتدخل بالسياسات وبالتالي الأزمات التي حاصلة ليست من الشعوب وإنما نتيجة لسياسات الأنظمة أم مننا قلصان يا جماعة أستاذ أنور لحظات فقط لحظات فقط ونعود إليكم ساعة خليجية إيمان الحمود موتيكارل الدولية في الإمارات العربية المتحدة 95.3 FM أستاذ عبدالله الجنيد نعود إليك مرة أخرى أكيد ذلك تعقيب على ما قيل ولكن أريد أن أطرح عليك سؤالا أيضا حول مسألة اختلاف أهداف دول الخليج والسياساتها في العديد من الدول في التعامل مع العديد من الأزمات هل ساهمت فعلا في تعقيد الأمور أكثر في العديد من الدول العربية أنا أعتقد استقرار المنطقة يجب أن ينظر له كجزء من مشروع كان أكبر سوى قبلنا أم رفضنا أنا لا أتحدث عن تعمر أنا أتحدث عندما تفشل الدول في تحقيق مشاريع الدولة كدولة أي أن تكون دولة حديثة يكون فيها المواطنة أن تستند على المواطنة وصنع القرار وإدارة السروات فهي ستكون قابلة للإفشال أو الفشل الطبيعي وهذا مسألة حتمية ما لم نتطور في شكل دول حديثة سوف نفشل الدول دول الخليج اليوم نحن نرى مشاريع حقيقية في عملية انتخال هذه الدول وأظم صوتي لصوت السابنون يجب أن تكون هناك نظرة واقعية في التعاطي مع عملية التنمية والتنمية أنا لا أتكلم عن مصانع أو مدارس أنا أتكلم عن تنمية تبدأ بالإنسان لذلك اليوم نحن نجد هناك مشاريع في السعودية مشاريع في الإمارات نعم البحرين والكويت اللي كانت في يوم الأيام منارات للمنارات إشعاع اجتماعي وتنموي اليوم دورها متراجع لأنها منقسمة نتيجة للأسف سوء إدارة الدول في عملية القسمة الضرار بقبول أن تكون القوى السياسية أساسا طائفية وهي شريك غير فعل ولا يمكن أن يؤتمن في أي مشروع سياسي أو تنموي نعم لكن بالضرورة يجب أن نعي أن دول خليج لها عمق قوى الاستقرار ويجب أن يدافع عنه كل السمو الممكنة للحفاظ عن الاستقرار في حالة الدفاع عن الاستقرار يمكن أن يؤثر يعني اليوم لو ما كانت السعودية مستقرة والإمارات مستقرة هل كان بالإمكان أن تستغر الكويت أو الأردن أو حتى عمان اليمن عندما تدخل تهد قرار التدخل في اليمن المملكة العربية السعودية دخلت بعد تقديم مبادرة خليجية كانت أساسا تدعم مخرجات الحوار الوطني اليمني وهي ما نعتبرت أن مخرجات ذلك الحوار هو الوثيقة الوحيدة التي تعتمد للخروج باليمن من أزمته واليمن لا يمكن أن تدار مركزيا كما حاول إدارة علي عبدالله صالح دول خليج أدركت ذلك الخطأ لذلك هي يعني خلينا نقول نحن مع عملية التحول وليس الثورة نحن يجب أن نكون موقعين وأنا أخيرا أضم صوت بصوت الأخ أنور عندما قال أن دولنا هي من مكن هذه التيارات لأنها كانت جالسة في حضن هذه حضن صناع قرارنا وأنا لازلت ونشرت مقال حول ذلك وأتمنى إلى اليوم أن تصدر دولنا موقف تعتذر فيه لنا من جعل هذه الأدوات تسلط وعاقات التنبيهة وضاعة أربعين سنة من أمرنا نعم أستاذ مونير حامد هل لديك تعقيم على مقيل عفوا هل لديك تعقيم على مقيل سيما فيما يتعلق باختلاف أهداف دول الخليج في إدارة الأزمات ده يعني أنا فعلا الأستاذ عبدالله عنده في موضوع أن لا بد تنمية الإنسان وليس التنمية تنمية مصانع وشركات وكذا لا بد أن الخليج يخرج من الخليج اليوم أنا بشوف بعض الدول كل دولة بتلعب لصالحها وده حتى ضد المشروع الخليجي كاملا اليوم عمان تلعب مع إيران كل دولة تلعب ترى مصالحها ويعني أنا مش عارف هل يتعارض أو تتعارض هذه المصالح مع بعضها مثلا هل لا يمكن أن يكون مشروع خليجي صافي يعني مع الخليج فقط مش عارف عندهم مقدرات كثيرة جدا فعلا في فساد في إدارة الدولة في بعض يعني في فشل فعلا في إدارة صروات الدولة ولكن لابد الإجتماع حول بعضنا البعض فعلا تنمية الإنسان هذا أهم شيء في الخليج الآن حتى في المنطقة العربية كاملا الكل يعني الكل النهاردة يحيط بنا فلابد أن نأخذ خطوة الأمام ويعني نتطلع إلى بناء الإنسان قبل بناء ما هي الاستراتيجية برأيك الوصول إلى هذا الهدف هو المفروض المفروض أن نحن بناء تعليم جيد صحة جيدة على أساس أن نصل بالإنسان أو في تجربة إماراتية كويسة جدا ولكن الإمارات نفسها بتلعب دور سيء في بعض الأمور في بعض المناطق كثيرة جدا حتى تلعب مع الأسد حفظ الأسد مع بشار الأسد تلعب ضد مصالح الخليج في يعني أنا عشان أعمل إنسان لازم يكون فيه تعليم لازم يكون عندي سياسات عالمية تحترم لازم يكون فيه مقييس في كل شيء في التعليم في الإعلام لازم يكون فيه يعني عندنا مثلا في مصر جزء كبير جدا من المشكلة إن ما عندناش ميثاق شرف إعلامي في الإعلام المصري وده كانت كارثة حتى على الإنسان أنه يعني بيحوله بقدر مصطع أنه يخلو الإنسان متخبط نعم أستاذ أنور تعقيبك على هذا المحور بالذات فيما يتعلق بالاختلاف اختلاف أهداف دول الخليج وبالتالي هي من ساهمت في تعقيد الأمور ليس في دول الخليج فقط ولكن في دول عربية أخرى نعم صحيح اتفق قلبا وقالبا مع هذه الرؤية لأن المطلوب هي عدم أن يكون هناك في ديمقراطية في المنطقة المطلوب هو ضرب هذه الفكرة ضرب هذه التعايش ضرب أي فكرة بأن يكون هناك في حرية وديمقراطية وتداول السلطة وإلى آخر القيم الجميلة التي نتمنىها في المنطقة ولكن أيضا أريد أن أعلق على نقطة يعني وردت في سياق حديث الأخوين الضيوف يعني أنا أقول ليس هناك سوء إدارة في المنطقة لا بالعكس هناك سياسة متبعة لا يجب علينا أن نكون بهذه السداج هو أن أقول والله يسوء إدارة أو أن من المستشارين الذين حوالينا هذه الأنظمة لا الأنظمة مش قضية لديها جدد مركب دراسة سيد خلنا نكمل يعني أنت تغطأنا أوكي إحنا لا سأعيد سأعيد لك تفضل أستاذ أنور سأعود إليك أستاذ عبدالله تفضل أنا أقول أنا أقول من المجحف تماما ومن القفز على الحقيقة أن نقول أن هناك يعني سوء بالإدارة ليس هناك سوء بالإدارة يا سادة هناك سياسات متبعة ومنظمة وممنهجة وأحسن اجتماعات التي لا يختلف عليها أي أثنان أما أجتماعات مزراء الداخلية العرب هذه الاجتماعات الوحيدة التي لا يمكن أن يختلف أو يستر بيان في تناقض أو في أي شيء لأن كلهم يهدفون إلى حماية أنفسهم ضد شعوبهم لا أمد أمن حديث عن تنمية المجتمع وتنمية الفرد والآخر هذه لا تريد أن تقوم بها الأنظمة لأنها تقشى أن تنتبه هذه الشعوب بأنها عايشة بوهم نعم بوهم الأمن المزيف الذي يحاول أن يوصلوه إلينا بأن نحن الذين حامين المنطقة نحن الذين حامين الأمن الاجتماعي ومن غيرنا سوف يتم تدميركم وسوف تعيشون كما ترون الآن في سوريا وكما ترون بالعراق وإلى آخره هذه الرسالة السياسية العديثية التي يجب علينا أن نستوعبها حقيقة وكما يخال يعني ليس كل ما يتمناها المرء يدركه عندما نتمنى أن نقول أن والله تنمية بشرية نعم نريد تنمية بشرية ولكن هل تريد هذه الأنظمة الموجودة حاليا في المنطقة العربية أن تعمل تنمية بشرية مستحيل ولا أي نظام يريد أن يكون هناك لديه شعب متعلم نعم لديه نجاحات اقتصادية مثل ما حصل في الإمارات لكن بالمقابل هناك في فشل سياسي دريع في نجاحات يعني ديمقراطية نوعا ما يعني بسبيل ذر الرماد في العيون مثل الكويت نعم صحيح ولكن أيضا ليست كافية لتنمية المجتمع لا بد أن نستوع بدور دول خليج والأنظمة العربية كلها بأن لا تريد أن تكون في المنطقة أي حراك ديمقراطي ينميها ديمقراطيا مستحيل هذه عمر مورد النظام الوحيد حقيقة يعني والذي يشهد لها التاريخ ونظام المغرب الذي استطاع أن يتواكب منذ بداية الألفين استطاع أن يتواكب مع التغيرات التي حصلت في الدول العالم كلها اليوم لنظرت إلى الخارطة العربية حقيقة سوف تجدين كوريا الشمالية ودولنا دول عربية بس هي التي تتمتع بالأنظمة يعني تتوسط يعني كل شيء كل السلطات بنا هذه الحقيقة بقي فقط دقائق فلنعطي الفرصة قليلة لضيفينا بداية نبدأ معك أستاذ عبدالله كلمة أخيرة لو سمحت قبل ختام البرنامج والله أنا كل اللي أتمنى دايما وأبدا أن تتكرم علينا الانتليجنسيا العربية من أمثال الأستاذ أنور أن ترجع إلى الواقع ولا أن تتعاطى مع كل من يخالف بهذه النرجسية الغريبة نحن نعيش واقع يخلق تحديات والتحديات تلزرنا أن نكون واقعين في عملية البناء على الممكن أنا كل ما أتمنى وهذا الذي أتمنى إلى آخر يوم ما أكون موجود في العادي الأرض أن أسهم في عملية وعي الإنسان الإنسان الواعي هو الأقدر على تمثيل مصالحه وليس العكس نعم أستاذ أستاذ مونير حمد معنا في الستوديو كلمة أخيرة قبل نهاية البرنامج هو الأستاذ عبدالله تقريبا عنده الأستاذ أنور عنده في الموضوع يعني هو مستحيل أنه ينمي الإنسان لأنه مش عاوز دولة ديمقراطية حقية أنا اتكلمت على فشل إدارة الثروة نعم الثروة كما مثلا في السعودية كما دول فيها ثروة كبيرة جدا من البترول النفط راح وكانت هناك أموال كان لابد أن يكون هناك صناعات بديلة ليس البترول الاعتماد على النفط فقط لابد أن تنوع مصادر دخل الدولة نعم إذن بهذا نأتي إلى ختام حلقة الساعة الخليجية لهذا الأسبوع نتوجه بشكر الجزيل بداية للأستاذ أنور رشيد رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني من المنامة كان معنا الأستاذ عبدالله الجنيد الكاتب الصحفي البحريني وكان معنا هنا في الأستوديو الأستاذ مونير حامد رئيس تحرير جريدة نبض الوطن شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا في مونتي كارلو وفي الساعة الخليجية شكرا شكرا لكم وعزي المستمعين إذن نأتي إلى ختام هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل كانت معكم إيمان الحمود وإلى اللقاء اشتركوا في القناة